نفقت أربعة حيوانات من أصل ستة من حيوان وحيد القرن الأسود المهدد بالانقراض بعد أن تم نقلها من جنوب أفريقيا إلى تشاد ونقلت الحيوانات الستة من جنوب أفريقيا في شهر مايو آيار الماضي الأمر الذي أعاد هذا الفصيل إلى تشاد للمرة الأولى منذ أن اندثر هناك في عام 1972 لأسباب على رأسها الصيد الجائر المستشري في البلاد وأبلغ ذات شاد عن نفوق اثنين منهم الشهر الماضي